موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البرنامج عبادة في بيتي أنا والأصدقاء والأخوات نرحب بكم بإسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي ومعنا الأخت الرزقاء مرحبا بك السلمك أخي داود أنا لي شرف لأنكم دعوتوني لهذه الحضرة معكم أنا في عبادتي في عبادة في بيتي أنا أحب غير هذا الشي العبادة غير هذه يعني مرة سابقا سمعنا قصتك كيف آمنت بالمسيح وقصة شيقة عندما زوجك رجع للبيت خبرتيه وأكيد أنه كان فرحان لا خبرته أنا سأร cytapat وأنا قلت يا الربية أنت وقلت له وكان اع 감�نا وكان صراخ وكان وكان نسأج وكان أنا قلت لا لا ما نقبل ما نقبل باللي وقل هذه شيء لربي أنا لا نقبل الإنسان لETH حبت Rentat هذا هو معقول شكرا أخ مونير أهلا بكم في عبادة في بيتي وفرحانين تكونوا معنا ونكون معكم في ترنيم وفي سماعك المترب والترنيم حضرت لنا اليوم تمشي مع موضوعنا لأننا نحب نتكلم شوي على الصلاة موضوع تكلمنا فيه سابقا لكن هذا موضوع من المواضيع اللي ما نمل ولا نعي منها يعني حياة المؤمن ممكن نقول أنها كلها صلاة لأنه يحاول يمشي على كلام الرب يسوع المسيح وبعونه شكرا على حضرك معنا وعلى ترنيم اللي تقودنا بها والأخت جوهرة أمين أهلا وسائلنا بن موش أهدين تتمنى من رب إلى الحياة اللي مجمعنا وتومى معنا أن تفتحوا قلوبكم إلى الحقيقي يسوع سيقول أنا هو الطريق والحق والحياة ما فيش غيره الله معكم لا أحد يأتي إلى الأب إلا بإيه إلا بي طرق كثيرة الناس تقول كل طرق تدي إلى الله كما كانوا يقولوا في الماضي كل طرق تدي إلى روما لكن الأخ لياس أهلا وسهلا أخ داود شكرا على الاستضافة كما العدا فرحا بش بليت لقيت معكم كل حاجة جديدة نجيبها في بنتنا تساعدنا بش ننمو في الإيمان نعم ونساعد كذلك المشاهدين دينا في شمال إفريقيا وغيرها كل الطرق تدي إلى روما هكذا كانوا يقولوا والناس تقول كل الطرق تدي إلى الله كل الأديان هي جميلة جاءت من السماء إلى آخره لكن يسوع يقول أنا هو الطريق طريق والحق والحياة والحق والحياة لا أحد لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي ولاحظته قبل المسيح وحتى بعد المسيح ما فيه أي شخص اللي عرفنا الله كما عرفنا المسيح عرفنا الله الآب يعني هذا اسم الله عرفتهم اسمك هذا اللي سنسمع من كلمة الله بعد قليل بعدها تطرنا والأخ مونيري يحب يقول شيء أو تقولنا فضل أنا تذكرت لما كنا نتكلم عن الصلاة لما كان الرب يسوع المسيح لسه مولود وراحت العزراء ويوسف في الهيكل وكان فيه وحدة اسمها حنة من فنوئيل نبية من صبت أشير وكان عمرها تقريباً 84 سنة وكانت بعد ما اتزوجت وهي يا شاب زوجها مات بعد 7 سنين وصارت أرملة فصارت في الهيكل تعبد الرب كل السنين اللي بقية في حياتها صلوات وأصوام لكن كل فرحها وكل تعزيتها إنها شافت الرب يسوع يعني الرب كفأها بعد الصلوات سنين طويلة عشرات السنين فهي شافت الرب يسوع المسيح وهو لسه طفل صغير ورأت الخلاص لأنها تكلمت عن فداؤه يكفي أنا عايزك إنته يا صاحب القوات في شغل يمينك تعمل معجزة آمين شكراً أنا عايزك إنته يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزة أنا عايزك إنته يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزة تشغل يمينك تعمل معجزة في شغل يمينك تعمل معجزة في خلاح sun يلقصد جو عالك ترسل ملكات تري الملك يعرف أني أنا ابناك وأنا عايزة في التى يا صاحب المواد في الشغل يمينك تعمل معجزة عظيمة عظيمة نشكر الرب نشكر الرب كلنا نتضرع ونسأل ونصلي ندعو الله أبانا أنه يلتفت بوجهه الكريم ويرحمنا وينعمنا نحن والمستمعين كل الإخوة اللي يسمعون اللي يحبوا كلمة الله كلمة الله هي كلمة المسيح وكلمة المسيح هي كلمة الله والرب يسوع المسيح كان يصلي كم من مرة كان يصلي أخ مونير تذكر في النهار دايما هو مش بينفصل عن الصلاة إذا كان داود النبي يتكلم وقال في مزمور من مزميره وقال أما أنا في صلاة دي كانت عن الرب يسوع المسيح لأنه هو كان مع التلميذ وكان يعلمهم الصلاة ويتكلم معهم عن كلام الله يتركهم قال لهم ادخلوا إلى العمق في البحر ويصعد على الجبل يصلي طول الليل ينزل من الجبل يمشي وسط الناس يحط يده على الناس يصلي ليهم يشفيهم ويشبعهم ويشفي أمراضهم ويعمل معهم معجزات فكان حياته كلها صلاة في صلاة وهو مثالنا الأعلى هو مثالنا اللي نحتاز به هو كلمة كلمة الله في الجسد نعم أخ ليس ما هي الصلاة الصلاة نجم أن نعرفه بلي الصلاة ليس عادة ثم المؤمن يتوعد روحه باش كل وقت يصلي ويدخل فيه كما يقولوا ديانة الصلاة في الحقيقة هي علاقة على أجل هذه لازم كل مؤمن كي يبدأ يصلي يدخل في علاقة مع الرب وهذه العلاقة مش موجودة غير في مكان ولا في زمان نعم علاقة هذه كي ينام في كل مكان وفي كل زمان ثم ما نقدرش نقوله على السبعة نكون في علاقة مع الله ما نقولوش في هذا المكان في اتجاه هذا المقر ولا المكان نكون معا هنا قامنا لازم في كل وقت هكذا كان مسيحي دينا في كل وقت في كل مكان في كل مكان ولكتاب المقدس اللي قلنا باللي لازم نكونو نصليو بثبات نكونو في كل وقت ما يكوش مثلا تمهيدات كي ما يقولو باش نازم ننتوذو ولا نازم لباس ولا لازم رؤيا ولا لازم ما لازمش هادو ما هادو ما عوائق لتمنعنا باش ندخلو بشرية يعني الانسان يقولك هو يروح يصلي يوفي دينه يخلص دينه كأن الصلاة صباحة دين دين الصلاة صباحة دين يعني لازم تخلصه كريدي لازم تخلصه جوهرة وتخوف إلا ما مشي تجدرت ذك التقص تتخوف لكن الله مش يخوف الله محبة هي علاقة كما قال الأخ علاقة روحية فيما مشيت ولا في الحمال تنظر مع ربي كيفاش كيفاش الانسان تكلمت على علاقة كيفاش الانسان الخاطئ يقدر يكون في علاقة مع الله القدوس الطاهر هو خاطئ صح هذا سؤال في حد ذاته يعني أن الإنسان بحد ذاته يحاول يحاول لكن مدام الخطئة موجودة في قلبه لازم له تتنحل هذا الخطئة وكيف بأعماله والصلاة هذا هو سؤال كيف يدير يرح يصدق ولا يرح يصلي ولا يرح يعبد في مكان ماشي هذا الطريق الوحيد باش هاد الخطئة تنزع وتفتحنا الطريق الصلاة والإيمان بالرب والإيمان بيسو المسيح على يسو المسيح على خطئ يسو المسيح عنده القدرة عن طريق دم اللي سال من عنده على الصليب باش ينحي علينا هاد الخطئة على جال هذا الكلام قال المسيح كله عندما تدعو الله بإسمي كل شيء تتقبل من عند الله يعني لأنه قدم نفسه جسده دمه سال وقال كل ما اطلبوه بإسمي يكون لكم لكن لماذا المسيح مات يعني ما يكفيش أن الإنسان يعبد الله ويصلي اللهم اغفر لي ويعمل حسنات على الأرض ويصدق هذه أعمال خير أعمال جيدة لماذا تنفع الإنسان أخ مونير لماذا كان مواجبا أن المسيح يموت لماذا لأني ربي سوى المسيح لما مات على الصليب هو صلحنا مع الله الآب يعني كنا في عداوة مع الله كنا عداوة فهو أرسل ابنه الوحيد علشان يزيل الجدار اللي بينه وبينه اللي هو العداوة ينزع ويهدم فالإنسان اللي بي يرفض صلح الرب يسوى المسيح مع الله يعني صلح الله مع الإنسان من خلال يسوى المسيح هو بيرفض الصلاة بيرفض العبادة الحقيقية بيرفض أنه هو يكون مع الله في صلة حقيقية لأن أي إنسان ما يقدرش يوصل إلى الله إلا من خلال يسعى المسيح هو الطريق الوحيد هو اللي قال عن نفسه هو الطريق والحق والحياة أنا هو باب السماء أنا هو الراعي الصالح هو قال عن نفسه كل الصفات اللي هي تؤدي إلى الله كل الصفات الإلهية الإلهية اللي تؤدي إلى الله لا أحد يقدر يقول عن نفسه أنا هو سوى الله لأن Pokémon نقول أنا مثلا أنا دهود لما نقول أنا اللحظة فاتت يعني أنا فاتت من أنا والإنسان العاقل دائم يسأل نفسه من أنا يكون أنا علشانا موجود لكن يسوع المسيح لما يقول أنا فهذا أنا هو حاضر مستمر لأن أمام الرب ليس ماضي وحاضر ومستقبل الزمان هو أمامه لما قال أنا هذه ألفين عام هو هو البارح واليوم والغد ما يتغير وكمان في شيء تاني هو الإنسان حياته على الأرض قصيرة زي ما قال النبي موسى أفنينا سنين قصة إن كانت سبعين فمع القوة تمانين أكثر واحد يعيش تمانين سنة مئة سنة وفي الآخر خلص انتهى لكن الرب يسوع المسيح أتى للعالم بيقول من له الإبن فله الحياة صحيح ومن ليس له الإبن ليست له الحياة طيب الصلاة الآن لما آمن أن المسيح جاء من عند الله هو كلمة الله كان عند الله قبل ما يولد الله أعطاله جسد بالروح القدوس حبل به هكذا صار يقول الكتاب وهكذا نحن نؤمن به الله أرسل الملك جبرايل تعرف القصة آخر إلياس شنو قال لها قال عندما وصل الملك أمام مريم قال لها ما تخافيش مريم نعم الله أختارك بشتول دي يسوع المسيح نعم سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك وهي استغربت مع سن تكون هذه التحية ثم القصة مفصلة في إنجل اللوقف الأصحح الأول والثاني لما بشرها الملك جبرايل وقال لها أنك ستحبلين وتليدين ابنا وتسميه يسوع يكون مخلصا نعم كيف يحدث هذا وأنه غير ما أعرف راجل اللقلت معناها عذرة شابة ربما في عمرها سبعتاش للسنا ثمتاش للسنا خمستاش ما أعرف كيف يحدث لكن الله نعم عليها والملك قال لها القدوس المولود منك يدعى يدعى ابن الله قبل هذا قال لها الروح القدوس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله معناه المسيحيين مش نحن نقول يسوع المسيح هو ابن الله نحن نشهد هذا إيمان لكن الملاك هو اللي قال الله كذلك قال هذا ابني له اسمعه نعم إذن هو جاء في الوقت المعين ليصالحنا مع الله هو قدم حياته على الصبيب لأنه بدون يسفك دمين لا تحصل لا تحصل ليست مغفرته خطية في الماضي كانت بالحيوانات الدباح الحيوانات دبائح الحيوانية كانت موقعة حتى جاء المسيح يقول عليه الإنجيل هذا هو حمل الله شعور لي وحن نحن كنتا شعور لي يسوع يقول هذا هو حمل الله هذا هو حمل الله ليحمل خطية العالم الذي يرفع خطية العالم إذن هو المسيح يقول صلوا بإسمي هو أعطى المثل كم مرة لما يعمل أشياء ينفرد ليصلي ليكون دائما في علاقة مع أبيه وهو علمنا صلت اللي تأملناها أخيرا اللي دائما نشجع الإخوة يقرأ ويحفظها عن ظهر قلي لأنها جميلة أنا نعرفها كنا نعرفها أبانا الذي في السماوات يعني قال أبانا ما قال أبي حتى ما يفتخر أحد أبي هو أبوك أبو المؤمن أبانا الذي في السماوات لأنه أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه يعني أي إنسان هو بيقبل الرب أي إنسان بيقبل الرب يسوع المسيح في قلبه هو خلاص صار ابن لله فهو له الحق أنه الثقة بالإيمان أنه يتقدم إلى عشر نعمة آمين ينال نعمة على نعمة أخ وكل المؤمنين مطالبين باش يصليه السؤال والسؤال اللي قدر نطرحه علاش نصلي والله علما أن الله على باله واش رايحين نحتاجه هذا هذا سؤال صح هذا السؤال في محله سؤال جيد لأن الله يبغينا أنا لما كان ولدي صغير أنا عارف ما احتياجه لكن بغيته هو يتعلم يطلب يتعلم يسأل باحترام بثقة بمحبة حتى تكون علاقة هكذا الله يبغينا أن تكون علاقة بيننا وبينه أخ مونير ما رأيك مش بس ساعات بيخلينا نطلب لكن ممكن يخلينا كمان يكون بالعجاجة يعني هو يتأنى زي في لوقة 18 تقريبا بيقول إنه يتأنى يعني احنا نطلب زي المرأة اللي كانت بتطلب من القاضي بتقول له انصفني ففي آخر الكلام بيقول أفلا ينصف الله مختري الصارخين إليه نهارا وليلا يعني أحيانا كمان هو يخلينا يعني نطلب طلبة ونستنى ممكن فترة طويلة عند وقت يريد في المستقبل أن نعمل حلقة خاصة بالنساء النساء في الكتاب مقدس النساء نتكلم دائما على رجال الله إبراهيم وأولاده داود والأنبياء لكن كان هناك نساء كذلك نساء الله مثل حنا مثل حنا كمان حنا دي السيماويل لمرسل الله تعطى ربي صابي نعم إذن هذا الموضوع نتكلم في حلقة أخرى يسوع المسيح كان يصلي وهو صلاته الرائعة مكتوبة في إنجيل يحنى الأصحاح سبعتاش إنجيل يحنى سبعتاش إنجيل يحنى الأصحاح سبعتاش إذا عندكم إنجيل مفتوح في هذا الأصحاح ممكن تقرأ الأخت رزيقة قرأنا الآية ستة في إنجيل يحنى سبعتاش بصوت عالي نعم يقول المسيح أمين أنا أظهرت اسمك للناس للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك شكرا يعني المسيح يوجه هذا الدعاء إلى الله يتكلم صلات يتكلم مش ركوع كلمات محفوظة عن ظهري قلب وتوقف وتشجد وتركع وتتوجه لاتجاه جغرافي معين وجي في الوقت كأن عندك خط رانديفو مع سكرتير يعني ما لازمش يفوت كل وقت ما لازمش وكان يفوت كل وقت صلات عك ما توصلش ما توصلش وقبل ما تمشي خاصك تتوضى وحتى الوضوء يعني فيه شكليات كيف تتوضى كيف تغسل هلو الله يحتاج لكل هذه الحركات قلب قلب منكسر قلب مصحوق منكسر نعم لأنه هكذا يقول العلي الساكن في الأماكن المقدسة وأيضا الذي اسمه القدوس وأيضا الذي يسكن مع المون سحقي القلب وذوي الروح المتوسط لآخر ليسقرنا من صلاة الرب يسوع في الأصحاح 17 في يحن من الآية العشرين نعم لا أصلي لأجلهم وحدهم بل أصلي أيضا لأجل من قبلوا كلامهم فآمنوا بي اجعلهم كلهم واحد ليكونوا واحدا فينا أيها الأب مثلما أنت في وأنا فيك فيؤمن العالم أنك أرسلتني حظيم هنا المسيح يتكلم ويقول أن يدعو المسيح يدعو الله بش الناس اللي سمعوا كلام الرسول يمنوا به ويكون امتحدين كما إنسان واحد كما هو تاني امتحد مع الرب مع الله أبيه مع الله أبيه واحد اليوم قال له رسل من رسل المسيح قال له يا سيدنا المسيح أرينا الأب وهكذا يكفينا يكفينا وانتهنا وقال وقال اللي كنت معكم ما قلتنيش باللي أنا هو وقال المسيح ولما أمنش باللي أنا هو أمن بالعمال اللي كنت على خطو كل ما قامه المسيح غير الله اللي يقدر يقوم صح وقالوا اللي شافني شاف الله شاف الله شاف الله هكذا اليوم نقولها نقولها كي تلقى واحد طفل صغير تقول انت تشبه البابك هكذا هكذا تشبه تقول بابه لنا كيف كيف مع طفل مع هما التشابه هو مئة مئة من ابن والأب كذلك نشارك معكم في يحن سبعتارش من آية السعود من أجلهم أنا أسأل لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك وكل ما هو لك فهو لي نعم أعمال الله هي أعمال المسيح أعمال الله هي أعمال المسيح أعمال المسيح هي أعمال الله نحن لله والرب يسوع يقول لخراف أخرى يجب أن أدعوها ليكون قطيع واحد هذه هي إرادة الله أن المؤمنين يكونوا واحد الله ما يعمل الفرزيات لكنه يقبل كل من أي أمة كل من يتقيه ويعمل الصلاح فهو يدعوه الآن إلى الإيمان حتى إيمانه يكون كامل في يسوع المسيح الإنسان الكامل وهو وجه هذه الصلاة ويقول هذه الصلاة الرائعة الصلاة الساحة السبعطاش الرب يسوع يصلي يدعو يطلب البركة بل يوضع البركة والنعمة على محبيه اسمه على محبيه علينا وعلى الذين يسمعون لأنه يقول وما أعزه من قائل من يسمع لكم يسمع لي من يسمع لي يسمع للذي أرسلني نحن نتمنى أنك تسمع لي يسوع المسيح عزيزنا المشاهد فين تجبر المسيح؟ تجبره في قلبك أنك تسمع تدخل في نفسك تعترف بخطيك تطلب الله أن يخفر لك خطيك بإسم يسوع المسيح ويعطيك حياة كما يرضى بها هو هذا هو سبب مجيء المسيح الأول ونحن نصلي الرب أنه يفتح ذهنك حتى تفهم ما في دعوة لك من رجاء بهذا نوصل بك لنهاية هذه الحلقة شكرا على تتبعك ونلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله وعيشنا ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح والسلام معك كل يوم آمين اشتركوا في القناة